لماذا انتكست هذه الأمة على يد مشايخ السوء هؤلاء الذين يميلون مع الحاكم ورغباته وتوجهاته فإذا اختلف الحكام والسادة والكبراء ذهبوا مع أكثرهم دنيا من الذي معه الدنيا أكثر؟ مالوا معه من هنا فتح هؤلاء الباب على مصراعيه للتلاعب بالأحاديث الشريفة وتحريفها لفظا ومعنا لي بألسنته كما فعل اليهود وأهل الكتاب وقد نقلت لكم وأوقفتكم على هذه الحقيقة في الليالي الفاطمية الماضية قبل في الأسبوع الماضي كيف تلاعب بلفظ حديث من الأحاديث الصحيحة المعتبرة عندهم؟ لكي لا تفتح عينك على حقيقة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد عرض بأبي بكر وعمر أنهما دجالان حديث خطبتهما لفاطمة صلى الله عليه وخطبة علي ثالثا صلى الله عليه رد النبي أبا بكر ورد عمر فلما جاء علي عليه السلام قال له هي لك يا علي لست بدجال أي أن الذين سبقاك دجالان ماذا فعلت اليد البكرية الآثمة؟ كل اللي سوّت شغلة وحدة حذفة الفتحة خلت ضم بس لست بدجال صارت لست بدجال النبي ينفي عن نفسه الشريف أنه دجال والعياذ بالله وأولوها وعطوها معنى آخر أن النبي صلى الله عليه وآله يعني أنه كان قد وعد عليا من ذي قبل فيقول إذن أنا لست بدجال لست بكذاب أنا سأفي بوعدي تأويل سخيف متهافت تافه فندناه في تلك المحاضرات وقلنا لو كان هذا الكلام صحيحاً لما وجدنا من تأخره من حفاظهم وأرباب السنة أو السنن منهم لما وجدنا هؤلاء يحذفون هذا المقطع إذا لم يكن فيه شيء يعني الرواية هذه من أخرجها أولاً؟ أخرجها ابن سعد في الطبقات أخرجها البزار في مسنده البحر الزخار وقد جاءوا بهذه العبارة بالحديث بتمامه إذا كانت هذه العبارة لا تحرجهم وكانت تلفظ أو تنطقها كذا كما يزعمون فلماذا من جاء بعدهما كالطبران مثلاً حذف هذه العبارة؟ وأبقى فقط على قوله صلى الله عليه وآلهي لك يا علي والرواية هي الرواية والسند هو السند هذا معناه أنهم اكتشفوا بعد قرون أن هذا التأويل والتفسير هذا التحريف لللفظ ولو بالحركات بضبط اللفظ هذا التحريف لم يصمد لم يقنع أحداً فقالوا الخير أن نحذفه أصلاً كيف لا يحذفونه وقد جاء الحديث بلفظ آخر فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وآلهي قال لفاطمة عليها السلام لقد زوجتك غير دجال بعد هذه واضحة